السلام عليكم طلبة وطالبات صف الرابع الابتدائي معنا نص اليوم من أجمل النصوص هو نص بلادي إسلامي للشاعر محمد إبراهيم وهو شاعر مصري معاصر نقرأ مع بعض النص سلام على مصر في الأولين وفي كل وقت وفي كل حين سلام على مصر شعبا وجيشا ونيلا وعلما ونبلا ودين سلام على مصر في كل عام سلام على أهل مصر الكرام وجيش سيحمي ولن يعتدي سلام على مصر أرض السلام بلادي 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 إسلامي مع بعض ثاني سلام على مصر في الأولين وفي كل وقت وفي كل حين سلام على مصر شعبا وجيشا ونيلا وعلما ونبلا ودين سلام على مصر في كل عام سلام على أهل مصر الكرام وجيش سيحمي ولن يعتدي سلام على مصر أرض السلام بلادي 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 إسلامي وزي ما احنا قلنا من النص للشاعر محمد إبراهيم وتم غناء هذه الكلمات في احتفالية اسمها قادرون باختلاف واحتفالية قادرون باختلاف هي احتفالية لذوي الهمم والقدرات احتفالية لذوي الهمم والقدرات الفائقة وقيمت في مركز اسمه مركز المنارة وان من تأليف الأغنية من تأليف أو الشاعر من تأليف الشاعر محمد إبراهيم معني الكلمات مع بعض الأولين معناها الأوائل السابقين يبقى الأولين هم الأوائل السابقين كلمة حين معناها وقت حين وقت في كل حين يعني في كل وقت يحمي يصون يعتدي يظلم إسلامي يعني كوني سالمة إسلامي كوني سالمة ولو نتذكر أخدناها مع بعض في نشيد في الترم الأول الإسلامي يامس وإن إسلامي يعني عيش في سلام وأمان وإسلامي أيضا بمعنى كوني سالمة معنى نبل شرف نبل شرف الكرام هم أصحاب العطاء الكرام أصحاب العطاء كلمة والمضاد مضاد كلمة سلام حرب والأولين مضادها الآخرين علم مضادها جهل نبل مضادها نذالة وحقارة القرام البخلاء اللئام مضاد يعتدي يسالم إسلامي مضاده إهلكي يحمي مضاده يضيع ويهلك كلمة والجمع جمع كلمة وقت أوقات حين أحيان جمع دين أديان عام أعوان جيش جيوش أرض أراضن علم علوم أهل أهال أو أهلون لا سئلة مع بعض مين قائل النشيد لسا قائلين حالا سمعكو بتقولوها برافو عليكم الشاعر محمد إبراهيم طب إمت تغمى غناء الكلمات قال لي فجحة احتفالية في احتفالية قادرون باختلاف في أنه نسخة اللي هو في النسخة الثالثة لزوي الهمم زوي الهمم والقدرات الفائقة طب الشاعر في النشيد ماذا قدم لمصر اللي قدم لمصر السلام في كل وقت وفي كل حين طب إلى من يقدم الشاعر السلام الثاني إيه لغير مصر اللي بيقدم السلام والتحية لشعب مصر وجيش مصر والنيل والعلم طب إيه صفات أهل مصر اللي ذكرها الشاعر قال لي أنه هما كرام قال سلام علي أهل الكرام يتميزون بالنبل والتفوق والتمسك بالدين يبقى تاني أهل مصر مالهم كرام يتميزون بالنبل والتفوق والتمسك بالدين طب إيه صفات جيش مصر العظيم قال لي جيش مصر العظيم سيحمي الأرض ولن يعتدي على أحد يبقى الجيش يحمي الأرض ولن يعتدي على أحد طب وصف الشاعر أرض مصر بإيه قال لي إنها أرض أمان وسلام تمنى الشاعر أمية في آخر النشيدة قال لي إيه تمنى الشاعر السلامة لمصر قال لي سلامي إسلامي بلادي 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 إسلامي يبقى إيه تمنى لها السلامة الشرح بقى معنا قال لي في البيت الأول قال الشاعر سلام على مصر في الأولين وفي كل وقت وفي كل حين سلام على مصر في الأولين يبقى الشاعر هنا بيعمل إيه بيقدم التحية والسلام لكل الاولين السابقين وقال لي في البيت قال برضو في كل وقت وفي كل حين يبقى السلام ده مش مرتبط بوقت معين ده السلام ده في كل وقت وحين بيلقي الشاعر من اول الحضارات لحتى الان طب البيت التاني قال سلام على مصر شعبا وجيشا ونيلا وعلما ونبلا ودين في البيت التاني ده بقى قدم الشاعر بالسلام والتحية لشعب مصر وجيش مصر ونيل مصر العظيم والحضارة والاخلاق الحميدة زي النبل والقرم والعطاء اللي بيتميز بيهم الشعب المصري طب في البيت التالت قال سلام على مصر في كل عام سلام على اهل مصر الكرام يتقدم هنا الشاعر بالسلام في كل وقت لان اهل مصر كرام الخلق عندهم اخلاق حميدة زي القرم طب في البيت الرابع وجيش سيحمي ولن يعتدي سلام على مصر ارض السلام يبقى جيش مصر العظيم القوي يحمي الارض ولا يعتدي على ارض احد لان مصر عظيمة وارض سلام وامان بالشعب والجيش طب في اخر حاجة خلاص قال ايه بلادي 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 اسلامي طب ده معناته ايه ان هو الشاعر بيتمنى البلده ايه الامن والامان من كل سوء تركوهم في سلام وامان وفي رعاية الله وامنه ورب تكونوا استفدتوا من درس اليوم ترجمة نانسي قنقر